مشاهدي بردامي جزء المجرد برحب بحضراتكم مرة تانية الزراعة والعمل والانتاج وهنا بنتكلم عن القطاع الزراعة في مصر هنلاقي فيه اجتهاد كبير جدا من الفلاحة المصري هو المزارع النشيط فعلا هنلاقي ان احنا ابتدنا نطور من المحاصيل يعني فيه توسع فيه زراعة الموالح فيه توسع واهتمام بأشجار المانجو ودخول أصناف جديدة لمصر القطاع الزراعة في مصر بيعتمد على مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من مياه نهر النيل ولكن مع الزيادة السكانية أصبحت هذه الحصة لا تكفي احنا بنستخدم مياه الزراعة أربع مرات تقريبا وكمان عندنا الأراضي الجديدة اللي بتعتمد على الرأي بالمياه الجوفية وهنا بتكون فيه مشكلة بعد فترة بعد ما اشتغلت وابتهت نسبة الملوحة فيه المياه وفي الطربة بترتفع النموذج اللي هنا موجود فيه النهاردة هو نموذج من النمازج الجميلة اللي قدرت تشتغل وتكافح علشان تنجح فيه آآ زراعاتها وكمان يكون عندها محصول جيد حاج علي براح حبيك دي تاني مرة آآ كنا احنا هنا فين بالزبط حاج علي حاج علي اسمك علي أنا بفكركم باسمه وبالعنوان عشان عاوز يجي يزور الحاج علي يجي ويتأكد بنفسه ربنا يا كريمك حاج علي فاكر لما كنا موجودين معاك هنا من سنة كان شكوتك ايه وكنت بتتكلم درجة الملوحة عندك اتعليت والاستفان دي عندي كان آآ أصفر وفي نواشف كتير خالص طبعا اتصلنا على الدكتور محمد جابينا الجهاز اللي هو اديه التويتر ده بسم الله ما شاء الله قبل بقى الجهاز مهلا ضلاطي لما بتحصل عندي مشكلة ببتدي اجري شمال ويمين دور على حال دول ملوحة ما كانش بيجيب معا نتيجة سحنا بنروي كل يوم كل يوم آآ يعني مهما تحط دور ملوحة برضا خسل راي ملوحة طالعة كل يوم هنا المساحة كام فدان هنا خمس فدان ربنا يا ربي بارك لك الله يخلي انا شايف ان احنا عندنا اليستفاندي وعندنا المنجو آآ اتنين ونص فدان واتنون ونص فدان كانت الانتجارة عندك منخفضة؟ كانت منخفضة طبعا كان قد ايه الفدان يجيب لك منجا آآ يستفاندي يستفاندي يجيب له عشرة تن من الاول عشرة تن آآ وبعد ما تصرف عليه جامل بعد ما تصرف والتعالج وتم بوردك النواشف كانت كتيرة خالص لكده انت ما بتلمش حتى اللي صرفته لا 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 تلمش ايه آآ شجرة ماردانة ما تشيل على قدها بعد ما استخدمت دل توتر او تكنولوجيا دل توتر انا شايف ماشاء الله يعني لا بسم الله ماشاء الله الانتاج والحملة اكتر 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 اتوقع لها ان هي جيب انتاج قد ايه معاك السنة دي يعني نقول خمسة وعشرون تن الفد يا ربنا يبارك لك يا رب بالاضافة ان انا يعني الانتاج عندي من عشرة تن الخمسة وعشرين تن انما حالة الشجرة نفسها تغيرت يعني ايها حلو وما يفيش فانة واشف يعني ايها الشجرة مفيش فانة واشف ولا في اي عاجزة كل سنة الشجرة دي المصنع اللي موجود عندي في الارض فلازم على مدار السنة بقى مهتم بيها وشايف حالتها ايه والغزل اللي وصل لها الورق اخبره ايه الصقاب بتاعتها فده كله بيفرق معاك وقت الانتاج وقت الانتاج ما كله ده بيؤثر النواشف وورق اصفر يعني شجرة تلاقيها طالعة موجهدة وهي اصلا مش شايلة مش هتشيل تاني صح فرقت معاك في التسميد بقى التسميد احتبر النص النص اه وما قلقتش وانت بتقلل كمية السمد لا لا ما وصل الشجرة قدامي مسكة زراء وفتحة وجبتها جديدات على طول عائلة من ايه ايه ده معناها ايه بقى معناها اللي هي يعني الملوحة اللي كانت مسكة في الجدر ديت خلاص يعني اتفتتت اه فدي كانت منعة امتصاصة الغيزة اللي هو السميد يعني اللي كان بياخد مية المية ياخد نص بس خمسين المية دلوقت بيستسميد راح للجدر مية المية يعني اضيف اسمدة وهدفع فلوس واروي وطبعا كمية المية كانت بتبقى اكتر لان الزرع عطشان عطشان بابيرتويش اه فدي كلها تكلفة طب في النهاية راحت فين مستفدش فيها النبات التسميد اه والسمات بتاعي برضو راح مع المية وفي الاخر الانتاج ضعيف جدا ضعيف فدي كلها مشاكل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي الطربة انت اول ما سمعت عن تكنولوجيا معالج المية المغناطيسي عرفت عنها ازاي التليفزيون بس انا ما كنتش بسدق لما جربت يعني انا ركبت وبقالي السنة ما كنتش بسدق لما يعني انت الكلمة دي بيزا عني لاز كتير قلتهالي يعني انا ما شفت اسأل مجرب ما كنتش مسبق عن الكلام ده اشوف بعناي اه يعني على رأي اللي بقول تجربة خير ودليل اه اشوف قدامي على الطبعة معين انا يعني صممت ان يكون اسم البرنامج اسأل مجرب علشان اللي يقول ويأكد الفلاح احنا اول ما ركبناها عشان يبقى صرحة مع حضرتك ومع الناس يعني قلني يعني مصروف من ضمن المساريف اه اه نجرب وخلص اه من ضمن المساريف تمام جاب نتيجة خير وبركة اجابش نتيجة اوه مصروف من ضمن المساريف هو اللي حصل بقى لا باسم الله ما شاء الله مصروف من ضمن المصاريف اه بس المرة دي صابت اه هو كان بيقولك يا تصيب يا تخير ولكن الحمد لله تكنولوجيا معالج لانا المغناطيسي حاليت لك مشكلتك مشكلة كبيرة اه يعني انا من السنة اللي فات لحد الوقت عشان حلفار ربنا هو جهيرك واحد ملوح علشان الان عارف انت لو عشان الان فاضفت وقلت ايه اه عملت اللي عليا برد عملت اللي عليا بس اه يعني في سنة كاملة جيرك الواحد كان ممكن في السنة دي تضيف قد ايه بقى الاول الاول لا بنقول كل شهر جيرك نيه كل شهر يعني حوالي خمسين جيرك نيه اه كل شهر جيرك نيه انت بتروي يوم ويوم مثلا اه ملوحة كتير فاكر الشتلات بتاعت المانجا دي كانت نشفة كلها السنة اللي فاتت اه كان بيقول الشتلات دي بفلوس وحرميها وزرعيتي بوزت هلقعد بخمسة وعشرين وفيه بتلاتين تجيبه يعني معلش شهره التاني تلاقي نشف زي ما هو تلاقي نشفه وانا يعني كل يوم هنجيبه وكده السنين اللي بتعد مننا يعني مسلا هي المفروض اربع سنين وتطرح وتبقى شجرة بقى لنا اربع سنين ولسه زي ما احنا وبنزرع من جديد تاني الشتلة فضلت وقفة ما بتتحرقش بتنشفه بجيب مكانه اه يعني هي بتنشفه بجيب مكانه ضيع اربع سنين ضيعتك كم سنة لا ضيعنا كده دخلين في الخمسة خمس سنين بيجرب يزرع من جه قال لنا مصمم ما زرع من جه عام الحج الملوحة هنا وارتفع الناس اللي جنبك ما عارفوش قال لي هزرعها وجينا شوفنا الشتلات وكانت الشتلات فعلا مجهدة بتنشف منه ويرجي يجري يشتري الشتلات تاني غير المشتر طب زود السماد كل ده هو عمال يصرف مسارف هي هي نفس الشتلات اللي كانت نشفه ما غيرهاش لكن هو غير نوعية المياه باستخدام تكنولوجيا معالج المياه المغلطيس يعني الناس اللي شغالة في يعني اللي بيزرع منجة وعارفينها المنجة دي تشتغلش طول السنة هم تلت شهور في السنة بس اي يعني دي تجديدات اللي دمك ده كلها في تلت شهور اي تلت شهور تلت شهور في السنة وبتقى بتخلش حالة سكوت اي لكن الشتلات اللي دلوقتي حالتها كويس لا دلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا يا بارك شبكات الري فكر لما كنت بتقولي النقطات كل شوية سد واشتري شبكة والملح فيها اخبار هي ايه دلوقتي لا بسم الله ما شاء الله والملح ما بيحش شبكة اول لو في حديد درب حديد في التربة دي اللي بيسد الشبكة يعمل معاك مشكلة اه بيسد النقطات كده انما الملح ميجوش شئي وهاقول بصراحة قلت له وانا ان شاء الله هجي لك والحمد لله ربنا كرمنا جنال وقلت وعدك وجات لنا والله يعني الخير على قدوم الوردين يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة حاجة جميلة نموذة مشرف مصاريف اقل مكسب اكتر ربنا يا رب يبارك لك بسم الله ما شاء الله والواحد دي يبقى بيستريح في ارضه والمجهود بتاعه ما يروحش على الفاطئ يقولك ده قاعدة خمس سنين عشان ننجح في المنجة طب ما انا النهاردة قدرت بتكلفة اقل بكتير من انا بصرفها وبتروح مني على الارض بدون فايدة ان انا حل مشكلة وابقى مستقر في ارضي ربنا يبارك لك الله خليك عازك تقول كلمة اخيرة كده لمشاهدين عن دلتا وطر والله هو الجهاز ده يعني بسم الله ما شاء الله اللي عاوز يجيبه عاوز يكل يعني يرزق من ارضه يجيبه مش عاوز هو حر يعني احنا من هو حر عاوز يجيبه بردك هو حر بس انا يعني انا وانت كمزارع وتجريبك انا المزارع اجيبته بسم الله ما شاء الله والعينة بيينة يعني مش مخبين حاجة ولا احنا جايبين حاجة من حتة تانية مشكورك حاجة عليك والله واني موجود عاوز يجي يبص في اي وقت يجي يبص